أرجى مجلس النواب جلسته الثانية الخاصة بإقرار الموازنة إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم وسط خلافات على مواد تتعلق بإقليم كردستان وأخرى تتعلق بمخصصات محافظات الوسط والجنوب وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي ترأسها محمد الحلبوسي وبحضور 259 نائبا على المادة الثانية المؤجلة والمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة المتعلقة بإقليم كردستان إلى جانب المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والحادي والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وحثف المادة الثانية والعشرين المتعلقة بالإحفاء الضريبي الخلاف بين نواب الكرد ونواب آخرين حدث في التسويت على المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالحساب البنكي الخاص بإيرادات إقليم كردستان النفطية ليقرر المجلس تأجيل التصويت عليها مع مواد أخرى هي الخامس عشر والسادس عشر والسبع عشر إلى جلسة اليوم